يخيم شبح الاغتيالات على العراق وهذه المرة ينجو المستهدف وهو معاون مدير الاستخبارات العسكرية العميد زيد المكسوسي فعند جسر ديالة في العاصمة بغداد حاولت مجموعة المسلحة اغتيال المسؤول العسكري العراقي إلا أن القوات الأمنية تمكنت من القفض على ثلاثة من المنفذين فمن يضع حدا لمسلسل الاغتيالات المستمر في العراق معنا الآن من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سرمد البياتي مساء الخير أستاذ سرمد مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار ما الذي يجري شخصية أمنية أخرى تستهدف بالاغتيال هذه المرة معاون مدير الاستخبارات العسكرية العميد زيد المكسوسي على ماذا يدل ذلك وما هي الرسائل التي تود الجهات المسؤولة توجيهها في هذه المرحلة يعني بداية نحتاج إلى إعادة بعض الأمور تخص الجانب الأمني وخاصة يعني أنا أكر وأريد أنوه إلى موضوع مواكب وعجلات القادة الأمنيين دائما تكون سيارات مضللة ومعهم حمايات مميزة ممكن أن تميزها وتعرف بأنه هذه تابعة إلى قائد أمني فهذا الموضوع يعني يجب أن يتمتلى فيه سريعا لأنه أصبحوا أهداف واضحة وخاصة في هذه المناطق التي هي جنوب بغداد تعرف هذه المناطق كثير من المرات انطلقت منها صواريكات يوشيا أو هاوانات باتجاه المنطقة الخضراء أو باتجاه السفارة الأمريكية لكن الموضوع أنه لم يصدر أي بيان في هذا الموضوع نهائيا وربما قد تكون ليست عملية إرهابية يعني الآن أنا قلت لك لم يصدر أي بيان لكن هناك تسريبات أنه ربما قد تكون العملية بها خطأ ما يعني قد يكون موضوع نزاع أشائري أو من هذا القبيل لكن تم إلقاء القبض على عجلة معينة وتم جرح اثنين من حماية العميد وتم إلقاء القبض على ثلاث أشخاص لذلك الموضوع مبهم من طالبنا ببيان يعني الحقيقة الكل قالوا ما رح يصدر بيان في هذا الموضوع ما رح يصدر توضيح لكن كل اللي نتكلم به الآن تسريبات وربما تسريبات موثوقة ربما يعني العمل قد يكون ليس مستهدف العميد طبعا نحن لا نعلم حتى الآن تفاصيل ما حدث سرمد ولكن يعني سننتظر كما أشرت حضرت سننتظر يعني ما يصدر من معلومات خاصة وأن ثلاثة من المنفذين تم اعتقالهم هذه لا شك أن لديهم الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع هذا يطرح سؤال مع عجلة تماما مع عجلة ومع ذلك هذا الأمر يطرح تساؤلات حول الوضع الأمني بشكل عام في العراق واضح أن الأمور الأمنية ما زالت سائبة إلى حد كبير هناك لا أريد أن أقول عدم سيطرة ولكن هناك الكثير من الثغرات في الجدار الأمني في العراق ما هي الأسباب وراء ذلك برأيك انتبه أستاذ مهند سأوضح لك بعض الأمور أولا داعش يشتغل وكذلك نعمل على هذا الموضوع يعني داعش غير استراتيجية بالمناسبة أنا أتكلم معك الآن وهناك تعرض في محافظة صلاح الدين هناك شهداء اثنين ضربهم داعش والآن داعش بالضبط وضع هذه جثتي أنا أتكلم معك هذه الأثناء قبل نصف ساعة وضعهم في مكان معين وما دا يسمح لأي قوات أو من أهالي المنطقة يتقربون عليهم هذه في هذه اللحظات لذلك داعش دا يعمل عمل قوت في هذا الموضوع وأيضا نحاول ضربات قوات التحالف وضربات القوات الجوية العراقية هذا الموضوع دا يصير سجال بين الطرفين في هذا الموضوع لكن أنا أقول لك يعني قد تكون بغداد ومقرات المحافظات والأقضية والنواحي مؤمنة لكن نحن نتكلم على المناطق المحيطة وطبعا هذا الموضوع خطر نتكلم عن الحدود وهذا موضوع أخطر وأنا سأقول لك يا أستاذ مهند كلما ستقترب الانتخابات ستروني كثيرا على هذه الشاشة أنا أرى ذلك يعني نود أن نراكس سنستلمت في ظروف أفضل وليس بالضرورة في ظروف لها علاقة بأوضاع أمنية سيئة مشكلة على كل حال دعني أعود إلى نقطة أشرت إليها تقول أنه بغداد مؤمنة ولكن الكثيرون يرون أنه بغداد حقيقة ليست مؤمنة يعني شهدنا عدد من العمليات الكبيرة نذكر ما حدث في ساحة الطيران التفجير الذي حدث هناك وأوقع عشرات الضحايا أكيد عندما تقول بغداد مؤمنة ما المقصود في ذلك أنا سوف أعطيك الأخطر أنا أتكلم عن داخل بغداد لكن محيط بغداد يعني خلي نكون واضحين عندنا مناطق واهنة تسمى واهنة باللغة العربية عند ضعيفة عندنا مناطق الطارمية عندنا مناطق أبوغريب الطارمية تبعد 35 كيلو متر عن بغداد عندنا مناطق أبوغريب نفس المسافة المناطق اللي حول بغداد طبعا من السهل أن يتم التسرب إلى بغداد لأن بغداد أصبحت عشر ملايين نسمة يعني منطقة كبيرة جدا عاصمة كبيرة جدا ليس من السهولة السيطرة عليها لكن وين نحن وين نضرب نحاول أنه نضرب داعش في أماكن بعيدة عن بغداد قبل ما نسمح لهم بالتسرب إلى بغداد أنا قلت لك يا بغداد آمنة طبعا تعرف نسأل دائما مع القادة الكبار المسؤولين عن البلد ودائما نلتقي بهم يعني يطمئنوننا بأنه يقولون يعني بغداد آمنة لكن تعرف بين فترة وأخرى يحدث خرق ما لكن أنا أقول ليس ربما الخطر ليس في داعش فقط يا أستاذ مهند أنا يعني داعش أنا قلت لك قد تكون خارج هناك في بغداد والمحافظات خطر أكبر سيزداد عندما نقترب من الانتخابات لحد الآن هناك تعرف أنت موضوع مخدرات موضوع جريمة موضوع سلاح منفلت وهذا أكثر ما يخيف العراقيين الآن موضوع هذا السلاح يعني العشائر تعرف أنت في جنوب بغداد يعني من السر قتال بين عشرتين يعني هذه المناطق تسكر تغلق تماما هذا غير ما نريد نتكلم عن جنوب العراق والبصرة والعمارة يعني موضوع شوف نحتاج يا أستاذ مهند إرادة حقيقية لفرض الأمن بصورة قوية نقطر أصدر إرادة حقيقية شكرا جزيلا لك الأستاذ سرمد البياتي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية كان معنا من بغداد السبوكات سخرجتengى جزيلا لك